بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا اليوم رح أخذ من وقتكم الكثير ورح أتكلم بالبداية أشكر الأخ النائب دكتور عبدالله طريجي على هذه الدعوة بتكلم كل شفافية وما فيه مجاملات اليوم بالبداية بتكلم عن مهام ودور لجنة أولمبية الوطنية بحسب المثاق الأولمبي تتمثل مهام لجنة أولمبية الوطنية في تطوير ونشر وحماية الحركة الأولمبية في بلدها وفق المثاق الأولمبي زين ما هو دور لجنة أولمبية الكويتية لجنة أولمبية الكويتية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومعترف بها على ناحه الواجب من اللجنة أولمبية الدولية والهدف وتهدف إلى الدعم والتطوير ورعاية الحركة الأولمبية في دولة الكويت وفق الأسس التي يقوم عليها المثاق الأولمبي و commissions ينتتكلم عن الوضع الحالي عندنا رقم واحد الدعم لجنة أولمبية غير قادرة على دعم الحركة الأولمبية وخصوصاً للاعبين والأندية والاتحادات لعدم موجود قدرة المالية أو المسؤولية تخصيص المنشآت والميزانيات في المنشآتات الرياضية الحكومة متمثلة بالهيئة العامة للرياضة لها السلطة المطلقة والقرار الأخير بخصوص الدعم المالي والمشآت الرياضية وعدم أخذ رأي اللجنة أولمبية بما يخص دعم الهيئات الرياضية والرياضيين زماه تطوير تطوير الحركة الأولمبية أي تطوير بالحياة يحتاج إلى قرار وقدرة مالية الحكومة تمثل بالهيئة العامة للرياضة لها السلطة المطلقة باكتخاذ القرار بما يخص الحركة الرياضية دون العودة أو أخذ بأي برأي اللجنة أولمبية الكويتية والاتحادات لذلك لا يوجد تطوير الحركة الرياضية الأولمبية رعاية الحركة الأولمبية في معظم دول العالم المتطورة بالحركة الرياضية وخصوصاً في جمهورية الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بلاد الجوار مثل ملكة العربية السعودية ودولة قطر ترى الحركة الرياضية بالدعم الحكومي من خلال اللجنة الأولمبية المحلية عندنا استراتيجياً عمل بحركة الأولمبية حسن ما جاء بالمثاغ الأولمبي وقرار جميع الأممية للأمم المتحدة رقم 69 لسنة 2014 فإن اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية هي من تضع الاستراتيجية الرياضية بالتعاون مع الحكومات لكن في الواقع الحكومة المتحدة بالهيئة العامة للرياضة هي من تضع الاستراتيجية العامة للرياضة هذا ليس قصوراً بالهيئة ولكن أعتقد فيه بعض التضارب القوانين يبلها تشريع من مجلس الأمم التعليم الرياضي الأولمبي حسب المثاغ الأولمبي فإن من مهام اللجنة الأولمبية نشر المبادئ التعليم في مجال الرياضي من خلال نشر المبادئ الأولمبية على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات ما هو قائم في دولة الكويت هي العامة للرياضة وزارة تربية ببرنامج الاتحاد المدرسي دون إشراك اللجنة الأولمبية والاتحادات الكويتية أو أخذ رأيها لذلك مستوى التعليم الرياضي في المدارس لا يرقى في تطوير مستوى الرياضي في دولة الكويت هذا رؤوس الأغلام من ناحيةه من ناحية أعظام الجزيدارة وإذا سمحوا لنا لدينا الأخة فاطمة حيات والأخ غاز الجريوي سوف يدخلون في الإيجاز التفصيلي والتراتيديات الجرونوبية سمحوا لي